الكلام عن وطنية النادي الاهلي والمواقف الوطنية المسؤولة ما هيش محتاجة أبدا مننا لا كلام ولا تكفيها حلقات ما اعتقدش خافة على أي حد مدى انضباط النادي الاهلي تاريخيا الصورة الحضارية اللي النادي الاهلي بيظهرها الوطن القيمة اللي مسؤول النادي الاهلي ورموزه ونجومه بيقدموها للشباب الدور الرياضي الداعم لكل المنتخبات الوطنية في كل العصور المسأل الرائع اللي بيضربه مجلس دارة النادي الاهلي ورموز النادي في ضبط النفس في تغليب المصلحة في الاحتفاظ بالقيمة والاحترام في الالتباع الطرق القانونية في دفع الشباب دايما وابدا للالتزام للانضباط للاحترام اعتقد هذه الصورة الحضارية الطيبة والطبيعية اللي الاهلي بيقدمها عن بلده او بيصدرها للخارج عن مصر هي دي الصورة فعلا اللي تسعد اي مصري انه هكذا يكون الانتماء للوطن وهكذا يكون الحرص على صورة المصري المصري بشكل عام النادي الاهلي في كل المناسبات عمره مكان بعيد ابدا عن قضايا وطنه او هموم ابنائه باستمرار في كل مناسبة هتلاقوا النادي الاهلي في الطليعة هفكركم ببعض المواقف البسيطة حتى فيما يخص الجماهير يتلقصوا لا النادي الاهلي حريص على جماهير الزمالك زي حريص زي حرصوا على جماهير الاهلي والمصاب عند جمهور الزمالك هو نفس المصاب عند جمهور الاهلي لانهم كلهم ابناء وطن واحد وده اللي الاهلي بيقدموا وده اللي عملوا الخطيب مع حسن شحاتة وفارو جعفر وكابتن حمد امام الله يرحمه وكل عظماء الكرة المصرية ونجومها المؤثرين ودي كانت علاقة الكابتن صالح سليم عليها رحمة الله بنجوم الزمالك الكبار هو ده كان الشكل الطبيعي لعلاقة الاهلي والزمالك تاريخيا حتى على مستوى الجماهير فاكرين بعد شهداء نادي الزمالك اللي حدست في الوفاة العشرين مشجع في نادي الزمالك في ملعب الدفاع الجوي في مباراة امبي حرص الاهلي مش بس على انه هو ينعيهم انه ينعي شهداء الزمالك يترحم عليهم وفضل جمهور الاهلي وجمهور الزمالك دايما وابدا حاسين بجرحهم مع بعض حتى الان بعيدا عن اي تصنافات للجماهير لكن دي ارواح دي ارواح ازهقت في الملاعب ارواح غالية ودماء شباب يعني ابرية ربنا يا رب يتولهم برحمته ويصبر اهلهم زي ما الاهلي حتى في الشأن العام اشتركوا في القناة